في نقطتين قلت هكلمكم معنا في الانترو بس المدخلات بس ايه خالتنا فلازم اقولها لكم اول نقطة عشان هتسمعوا فيها كلام كتير جدا الحب اللي جايين دول حكاية عمر كمال عبدالواحد انا مش هغير لكم الكلام اللي قلناه هنا في رقم عشر عمر كمال عبدالواحد بنسبة 99% هو في النادي الاهلي طيب هل في توقعات حصلت؟ لا هل في توقعات بين الاهلي واللعب؟ لا هل في توقعات بين الاهلي ومدن الفيوتشر؟ لا بس الاتفاقات كاملة ما بين النادي الاهلي ومدن الفيوتشر وبين النادي الاهلي واللعب طيب ايه بقى اللي دخل الزمالك في الموضوع؟ بقيتوا اسمعوا انتوا كلام الزمالك الزمالك حتى هذه اللحظة لم يفقد الامل في التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد وادارة مدن الفيوتشر شايفة ان رغبة اللعب هي اللي هتحكم هذا الامر يعني اللعب عمر كمال عبدالواحد عايز الاهلي هيروح الاهلي عمر كمال عبدالواحد عايز الزمالك هيروح الزمالك طبعا بعد ما الزمالك والأهلي يدفعوا لمودرن فيوتشر المطلوب اللاعب حتى هذه اللحظة رقبته النادي الأهلي الزمالك بيحاول مع والد عمر كبال عبد الواحد الكابتن كبال عبد الواحد إنه يقنع عمر إنه وجوده في الزمالك ممكن تبقى أموره أفضل وياخد مساحة أكبر ويلعب بشكل أساسي أكبر من الأهلي اللي فيه العديد من النجوم في الوقت الحالي هي دي الورقة اللي لسه الزمالك بيلعب بها حتى هذه اللحظة إيه اللي هيحصل خلال الآيام اللي جاية زي ما بقولك كده هو 90% في النادي الأهلي عمر كبال عبد الواحد ولسه 10% وهو ده اللي متمسك به نادي الزمالك وبيحاول فيه مع عمر كبال عبد الواحد إنه يضمه في يناير دي القصة هتسمع بقى كلام أكبر هتسمع كلام أقل دي المعلومات المؤكدة من مصادرها سواء في النادي الأهلي أو سواء في النادي الزمالك أو من المصادر المقربة من عمر كمال عبد الواحد معك كامل كامل لاحترام لايحد هيتحدث في هذا العمر